باكستريت بويز في جدة السويد تفوز باليوروفيجن للمرة السابعة في تاريخها تامر حسني في كأس السوبر المصري وسعد لمجرد يحتفي بنجاح أشخ بارك إليكم الأبرز الأسبوع الماضي فازت المغنية السويدية من أصول مغربية لورين بمسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2023 وذلك للمرة الثانية في مسيرتها بعد أحد عشر عاماً على فوزها الأول بالمسابقة وحققت لورين للسويد اللقب السابع في منافسات اليوروفيجن الغنائية والتي نظمتها بريطانيا هذا العام باسم أوكرانيا في مدينة ليفربول واستكمالاً لجولتها الغنائية التي تشمل دولاً في إفريقيا والشرق الأوسط والهند أحيت فرقة باكستريت بويز الشهيرة حفلاً في جدة ضمن أجواء وصفت بالحماسية وبعد الجدل الذي واكب حفلها الأخير في مصر أحيت أصالة حفلاً ضمن فعاليات مهرجان صيف في الكويت جمعها بالمغنية اللبنانية إليسة التي حققت تفاعلاً كبيراً على وسم إليسة في الكويت الأسبوع الماضي كما احتفى محبوء المطربة المصرية أنغام على منصات التواصل بحفلها ضمن فعاليات المهرجان ذاته وكذلك الفنان المصري تامر حسني الذي غنى الأسبوع الماضي أيضاً في مباراة كأس السبر المصري على أستاذ محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بين فريقي بيرامدز والأهلي وتوج فيها نادي القرن بكأس البطولة للمرة الثالثة عشرة في تاريخه ونبقى في أجواء الغناء حيث واصل الفنان المغربي سعد لمجرد الاحتفاء بنجاح أغنيته الجديدة أشخ بارك والتي تجاوز عدد مشاهداتها مؤخراً الأربعة عشر مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب سعد قال إنه صور الأغنية بالكامل في المغرب وأصدرها بعد حصوله مؤخراً على إطلاق سراح مؤقت بانتظار استئناف محاكمته بقضية الاغتصاب والاعتداء على شابة فرنسية في غرفة فندق بفاريس والتي حكم عليه فيها بالسجن لست سنوات وإلى مصر وبالتزامن مع عرض منصة نتفلكس لفيلم عن كليوبترا أظهرها ببشرة سمراء وملامح أفريقية أقيمت دعوتين قضائيتين لوقف المنصة في مصر وإلغاء عرض الفيلم وتعويض يقدر بملياري دولار عما وصف بالأضرار التاريخية التي حملها الفيلم جراء تزييف الحقائق والتاريخ المصري كما شارك وأنتج عالم الآثار المصري زاهي حواس فيلماً وثائقياً عن الملكة كليوبترا عرضاً على عدة منصات عالمية في يوم عرض الفيلم على منصة نتفلكس ونختتم الأبرز الأسبوع الماضي بخبر رحيل الصوت الجريح المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر بعد معاناة مع المرض بحسب وكالة الأنباء الكويتية التي ذكرت أن الفنان الراحل أثرى خلال مشواره الممتد لنحو ستة عقود المكتب الغنائي الكويتية والخليجية والعربية ونعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان الراحل وكذلك العديد من الفنانين الكويتيين والعرب وفي لفتة تكريمية للممثل السوري الراحل محمد قنوع حمل جمهور نادي الوحدة الدمشقي صورته على المدرجات خلال مباراة لكرة السلة وقيمت في العاصمة السورية الأسبوع الماضي